اهلا بحضراتكم من جديد بخصوص مباراة الاهلي والترجي وحضور الجمهور زي ما قلت لحضراتكم المباراة الاولى مباراة الزهاب هناك في تونس فريق الترجي خاطب هناك السلطات التونسية وهيكون موجود خمس تلاف هناك لحضور مباراة النادي الاهلي برضو انا بكلم حضراتكم دلوقتي ارسل خطاب لاتحاد الكرة المصري وايضا لوزارة الشباب الرياضة علشان حضور الجمهور زي ما احنا شافينه قدام حضراتكم دوري ابطال الاهلي يطالب اتحاد الكرة بحضور الجمهور في نصف النهاية ارسل النادي الاهلي خطابا الى المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة سلسية المكلفة بإدارة الاتحاد الكرة يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجمهور مباراة العودة امام الترجي التونسي في اياب نصف نهاية دوري ابطال افريقيا المكرر لها يوم 26 يونيو ويؤكد الاهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاها الفرق المصرية المشاركة في البطولات الافريقية من كافة المؤسسات المعنية ده مهم جدا يعني النادي الاهلي النهاردة بدأ فعلا خلاص خاطب وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة علشان حضور الجمهور وبدأ النادي الاهلي ياخد الخطوات وان شاء الله يعني عارفين اهمية حضور او اهمية جماهير النادي الاهلي في المباراة ده برضو نفس الخطاب ولكن الى وزارة الشباب والرياضة والى وزير الشباب والرياضة وبقول لحضراتكم واوكد جمهور النادي الاهلي مهم في هذه المباراة جمهور النادي الاهلي لدعم كبير جدا بنشوف جمهور النادي الاهلي لما بيكون موجود في الاستاد بشكل كبير بنشوف ده اثر ايجابة كبيرة على لعبي النادي الاهلي لكن إن شاء الله كل التوفيق في المباراة الأولى هناك في تونس قبل المباراة الثانية في مصر